فاتن حمام مذكرات وذكريات وزوجة العزيزة فاتن أول مرة رأيت فيها فاتن كانت عن بعد كنت في زيارة إلى الأستوديو وأشار لي زميل إليها وقال لي هذه هي فاتن فاتن التي طالما أعجبت بفنها ويومها لحظت عليها البساطة منتهى البساطة ومضت الأيام وأتيح لي أن أقف أمام فاتن حمام لأكون بدوري في فيلم صراع في الوادي ويومها امتلأت رهبة من الموقف ولكن عندما التقيت بفاتن في غرفة المكياج ألقيت عليها التحية استطعت بلا باقة وببساطة أن تشعرني بأن صدقتنا ليست وليدة اللحظة ولكنها من زمن فاتن ولم يمضي أسبوع واحد على العمل معا في الفيلم حتى صرنا أصدقاء فكنا نتحدث في كثير من الشؤون الفنية فاتن حمام ومذكرات وذكريات وزوجة العزيزة فاتن وربطت المقادير بين قلبينا برباط الحب الذي توجناه بالزواج فكانت أسعد لحظات حياتي اللحظة التي ضغطت فيها على يد فاتن بعد عقد القران وأنا أقول لها أبروك زوجنا وقبل أن أتزوج فاتن وعندما وقفت أمثل أمامها أول مرة سألني المخرج يوسف شهين ما رأيك فيها فقلت له أنني لا أعتقد أن هناك ممثلة عظيمة كهذه الفنانة ولما رجعنا أنا وفاتن من باريس بعد شهر العسل سألني صديق ما رأيك في الزواج فقلت له أنني أسعد زوجي في الوجود ومضت الأيام وأنا ما زلت عند هذا الرأي إن فاتن أعظم فنانة وإنها أكمل زوجة كلما أشرق علينا يوم جديد طلعتني بسعادة جديدة ونجاح فاتن على الشاشة يرجع إلى فهمها الدقيق للطبيعة البشرية هناك مواقف لم تتعرض لها فاتن في الحياة ولكنها إذا طلب إليها أن تمثل أتقنت أدأها بصورة تدعو إلى الدهشة ومرجع هذا إلى صدق فهمها للطبيعة البشرية وإلى إحساسها بالإنسانية أحساسا بالغ الدقة فاتن حمام ومذكرات وذكريات ويا زوجتي العزيزة فاتن في فاتن ميزة قل أن تحظى بها فنانة فهي دقيقة الحكم على نفسها لا تخدع نفسها وتجاملها فهي تشاهد أفلامها عدة مرات قبل عرضها على الجماهير وتدون ملاحظتها ونقدها نفسها في ورقة صغيرة غير متساهلة فأي هفوة وأسكر إنني سمعتها مرة ونحن نشاهد أحد أفلامها في عرض خاص تقول محدسة نفسها ليه الحركة دي يا فاتن ما كانش لها الزوم أبدا فقلت لها في دهشة حركة إيه قالت حركة الكلمة دي كتير بغلت وعملها في الأفلام قالت هذا في بساطة وفي إيمان الناقضة الواصق من قدرته على وزن العمل الفني بميزان دقيق ولا شك في النفات تدرك عن يقين إنها ممثلة عظيمة وإنها موهوبة بل وعبقرية ومع هذا فإنها لم تسمح لنفسها بأن يتسلل إليها الغرور وفاتن كزوجة فيها من المزايا ما لا يجتمع بعضه في عشرات من السيدات فيها النعومة الرقيقة فيها الحنان الفياد فيها الأنوسة الساحرة والابتسامة الجذابة الابتسامة التي أتفائل بها دائما والتي لم تخز التفاؤلي أبدا وأروا ما في فاتن الزوجة إنها تبعث الأمل في صدري في أدق المواقف حرجا وتتضي اليأس في أشق الظروف فهي كالشمس تشرق فتتبدد وحشة الغيام والظلام ولا أنكر إن فاتن تغار أحيانا لأنها أنسة ولكن غيرتها مبصرة ومع هذا فهي لا تخرج عن طبيعتها السمحة الطيبة الخيرة فاتن حمام مذكرات وذكريات وزوجة العزيزة فاتن وفاتن ككل إنسان لها عيوبها ومن أبرز عيوبها الوسوسة خاصة فيما يتصل بفنها فهي تفكر ألف مرة قبل أن توافق على قصة يطلب منها تمثيل دور البطولة فيها وتفكر ألف مرة قبل أن توافق على السيناريو فهي تحق نفسها بقراءة السيناريو قبل أن تقول نعم وأعتقد إن هذا العيب له ما يبرره فإن فاتن لم تصل لمكانتها إلا بجهاد شاق طويل قطعته بصبر وإيمان على قدمين ناعمتين فهي لا تريد أن تحبط عن هذه المكانة لأنها طبعت على أن تنشد الكمال فاتن حمام ومذكرات وذكريات وزوجة العزيزة فاتن بقلم عمر الشريف إنني فخور بفاتن الفنانة وفاتن الزميلة وفاتن الزوجة وأنها لجديرة بما نالته من تقدير الشعب وبما أصبغته عليها الدولة من تقدير فاتن حمام مذكرات وذكريات زوجة العزيزة فاتن بقلم عمر الشريف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر